سرت الجفرة محط الأنظار في الأوينة الأخيرة ليس عسكريا فقط بل وحتى سياسيا بعد أن صارت حديث الكل في أي اتصالات دولية وزير الخارجية الجزائري صبري بوغادوم قال إن بلاده توصلت لاتفاق مع روسيا بشأن استحداث آلية للتشاور والتنسيق من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وهو موافقه عليه نظيره الروسي سيرجي لافروف حيث أكد على ضرورة إعطاء دول الجوار الليبيئة دور الرئيس للوصول إلى تسوية ووقف التصعيد العسكري في منطقته سرت والجفرة ورغم تهديدات المصرية بالتدخل العسكري وتورطها في الأزمة قال وزير خارجياتها سامح شكري إن أولويات بلاده تعمل على وقف إطلاق النار وأنه توصل مع نظيره الفرنسي والألماني للدفع باتجاه تسوية سياسية وفق قوله من جهتها شددت رئاسة التركية على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا مشروط بانسحاب ميليشيات حفتر من مدينة سرت ومنطقة الجفرة والعودة إلى ما كان عليه الوضع عام 2015 الناطق باسم رئاسة التركية إبراهيم جالن أكد أن بلاده توصلت لاتفاق مع روسيا للعمل على إنهاء القتال محذراً من أن أي انتشار مصري في ليبيا سيعرق لجهود وقف القتال وسينطوي على مجزفة بالنسبة للقاهرة وفق قوله تحركات وتصريحات توحي بأن ما يدور في الخفاء لتخفيف التصعيد خصوصاً أن تركيا وروسيا الدولتين الأكثر فعالية في ليبيا قد أعلنت اتفاقهما على مواصلة السعي لوقف إطلاق النار في ليبيا وعقد جولة مشاورات في موسكو الأيام القادمة وهو ما يعتبره متابعون الحراكة الأكثر واقعية على الأرض بعيداً عن الدور الثانوي للإماراتي وخضوط السيسي الحمراء اشتركوا في القناة